إيسا تكمل إنسيتو كاست فلور إنسيتو كاست فلور اللي هي الأرضيات اللي يعني خلنا نقول المصبوبة موقعياً تتعرفون تتذكرون أول محاضرة رطيناكم إياها حتنا على الأرضيات أو حتنا على الكونكريت عفوا عفوا على الكونكريت وقلنا أكل بري كاست وأكل كاست إنسيتو وأكل بري ستريس وأكل لفتد إلى آخره من الأنواع هسا النوع الأول وفق الأرضيات عندنا إنسيتو كاست فلور إنسيتو يعني إنسيتو ويشن اختصار لي إنسيتو ويشن يعني الأرضيات المصبوبة موقعياً أرضيات المصبوبة الموقعياً تحتاج إلى تيمبراري سابورت أنت الكون كونكريت إيناف تبير تلوت يعني تعرفون أنت الكونكريت سمنتوا رملوا حصوه يخبطوه بماء يصر مثل العجين هذا العجين لازم إلى قالب فإحنا هنا نسميه التيمبراري سابورت يعني القالب هو عبارة عن داعم مؤقت مثل القوالب نشيلها ورما يجمد الصب مالتنا ورما يجمد هذا المزيج مالتنا وراء وراء بعد الفترات التصلب اللي أخذناه بالمحاضرة الأولى نرفع القالب فوهده من الشغلات اللي انه اللي هي تحتاجها انسيجو كاستفلور يحتاج له قوالب نجع على الأنواع مالتها هاي شوية ركزوا لبيه لأنه هذا شغلنا نحن شغلنا على الانسيجو كاستفلور البقية كلية اطلاع يعني نحاول نطلع عليها أول فقرة أول نوع من أنواع الأرضيات الخرسانية المصبوبة موقعيا اللي هي الانواع اللي حنطيكم إياها أنا أسميها للطلاب يعني عوائل أسميها عشاير كل اثنين يعني الأول والثاني من نوع الثاني والثالث من نوع الرابع والخامس من نوع صيرا متقاربات أكو اختلاف بيناتهم بسيط نجع على أول نوع اللي هو الانواع الانواع اللي هو الانواع الانواع اللي هو أنه أنا عندي صبة وعندي بيم الشغل ماتح هيكون هالشكل شوية أسبق لكم الصورة الصورة مثل ماذا تشوفوها هنا عندي صبة سلاب مرفوعة ببيمن مرفوعة بجسرين جسرين على الحافة جسرين مو على الحافة ماكوش كال بس المهم دا وصل لكم الفكرة انه أنا عندي حمل دي توزع لي وين دي توزع على جسر ومن الجسر دي روح على العامود ومن العامود للأساس هذا الشغل الصحيح له غلاط طبعا صحيح وابتصادي وما يحتاج انه بيم ثاني وذا احتاج بس نعرف شوقت نحتاج شوقت ما نحتاج هنانا مثل ما دا تشوفون عمليات انتقال الأحمل وين دا تصير دا تصير على الضلع القصير أو على البحر القصير أو على البي القصير ليش؟ لانه يعني خلي نقول على مود التقوص على مود الحمل على مود الى آخره دائما احنا نحاول نخلي الجسر وين؟ بالمكان اللي احس بحساب القوة ده تمشي عليه يعني اهنانة دائما احنا اخذها قاعدة الجسر يكون على الضلع القصير مثل ما دا تشوفون هاي الصورة الهنانة المؤشر ما دتي واضح؟ المؤشر ما دتي واضح؟ مؤشر ما دتي واضح ما الماوس؟ استاذ واضح بس بإزاحة طنيف جساب القصير مؤشر هاي الصورة اللي على جهة اليمين ديتشوفوها هاي هنانة دتشوفها صار عالين neuroscience هايلي يسار هايلي يسار هايلي يسار حسا وغسا حسا صار بصف اليمي Pصف اليمي حسا ياني هايبي يسار تصير استاذ هسار حالياع اليمين هاي هسه تتشوفو هاذا هذا الضلع هذا الضلع هو أطول من هذا الضلع فعلي ما نحن خلينا الجسر علي ما نخلينا البيم خلينا البيم على الضيء القصير واضح الفكرة لو ما واضحة نعم سألواضح زيان لسه نجع على التفاصل معتبس راويت لكم الصورة هذا الوانوي سبانينغ اسلاب أو الوانوي اسلاب هو من أبسط أنواع الأرضيات يتحمل سبان لحتى تقريبا 64 متر 4 مترات و60 سنتين هذا يعني خلينا نقول شان الشغل ما لاتنا هسا اللي موجود احنا عدنا بالبناية ماشي بس من جهة وحدة هاي يعني خلينا نقول في حالة عندي مبنى مثلا ارتفاعة قليل ما عدي ذاك الارتفاع كل شي فممكن انه انا استعمل هذا البيم اللي هو بس مجرد انه يستلم احمال وينزلها يجي واحد يسأل يقول استاذ لعد انت مو قدت انه اكو الجسر اللي هو يكون عبارة عن رباط واذا فتح صحيح 100% بس هنا أنا يراد لحسابات انشائية على مود نعرف انه أنا استعمل من جهة سعر بالبناية لو هاي اللي عنهم اللي بنغوذ حساسي بالنوع الثالث اموما هذا النوع يعني قليل استحنا يعني أستخدام مالته قلنا نستعمله على قد اربعة ونص او اربعة وستين متر اربعة وستين سنتين اه هنا يكون رخيص ممكن أنه أنا أستعمل محاور جسور ثانوية بعملية الحفاظ على سلامة الصبوة أو سلامة الفلور اللي أنا دع أشتغل عليه عملية الفقر هنا هاي النقطة الثاثة كلش ركزولي عليها بعملية الحفاظ بعملية الحفاظ بعملية الحفاظ بين دعوية الحفاظ هنا بالحقيقة ترى يعني مو يعتمد بس على الجسور يعني هو الجسر صحيح تتخلي على مو يستلم الأحمال بس هو الشغل هنا كل شغل تسليح كل شغل ريفورسمنت هنا الفقره شنو الفقره أنه أنا دع أستعمل طبقتين التسليح ركزولي على هاي النقطة هاي دعم الطلاب يخرطون بها ها السادب شنو هنا التسليح يكون باتجاه واحد لا هنا التسليح بهذا النوع من الأرضيات يكون باتجاهين بس يكون اتجاه أساسي يعني باتجاه الضلع القصير يكون هو التسليح الأساسي والتسليح بالاتجاه الآخر يكون ثانوي يعني شون ناك التسليح يكون أساسي وهذا نصر تسليح ثانوي وغرض من قد إذا عندي مثلا فت بس شوية ركزولي إذا عندي أرضية مثلا أربعة في ستة أربعة في ستة الفلور ماتي أربعة في ستة هنا الشكل ماته شكل مستطيل أبدأ أقطع شيش تسليح أبدأ أقطع شيش تسليح بطول أربعة متار ويايا أبدأ أقطع أربعة متار وأنشرك كل هاي قضبان مع الحديد طولها أربعة متار وأبدأ أصفطها على طول الأربعة على طول الستة المسافة بيناتهم مثلا بين شيش وشيش خلني نقول فرضا فرضا 25 سنتيم خليت 25 سنتيم يعني طلع عنا تقريبا أربعة وعشرين أربعة في ستة أربعة وعشرين قطع التسليح بطول أربعة متار ماشي على امتداد الستة متار نجع على الاتجاه الثاني الاتجاه الثاني ما أخلي أخلي يعني أجيب شيش طولة ستة متار ما أخلي بين واحد وواحد 25 سنتيم إذا خليت 25 سنتيم حيصير حال حال أبو الأربعة متار لا هنا مثلا نسوي كل 60 سنتيم كل 70 سنتيم فهنا هنا التسليح هيكون ثانوي واضحة الفكرة لو ما واضحة بس العفو أستاذ يعني ما هو اللي تقصد به الاتجاه الثاني هسا إتعديك عندك التسلاب عندك التفلور تريد السلحة الشيء الاعتيادي الشيء الاعتيادي أنه إحنا نقص قص يعني الشاشة مع التسليح طول أربعة متار وطول ستة متار صح؟ آه تمام طريقة التوزيع ما يكونون بنفس الشيء يعني ما يكون الاثنيناتين بمسافات متساوية تصير المسافات متساوية على قد الضلع القصير يعني أبو الأربعة متار من أبدي أنشر التسليح ماتي أنشر التسليح ماتي كل 25 سنتيم كل 25 سنتيم أخلي لي شيش تسليح كل 25 سنتيم أخلي لي شيش تسليح من أجل أنا على الضلع الطويل الضلع الطويل هذا ثانوي فأوزعه يعني متباعد أوزع مثلا كل شيش عني الشيش الأخ نص متر 60 سنتيم إلى آخره فالتسليح الأساسي ماتي وين على الضلع القصير على الضلع أبو الأربعة متر واضحة الفكرة تمام استعد واضحة شكرا جزيلا ماشي فهناني بهالحالة أنا ما أحتاج ما أحتاج يعني خلينا نقول الجسر هنا وين حيصير أنا هسا التسليح افتهمني التسليح أربعة متار شيش التسليح أربعة متار الطويل ماتي هنان الرباط وين حيصير وين حيصير شوفوا الشكل ماتي أما هنا حيصير على الضلع القصير اللي عفو حيصير يعني خلينا نقول إذا يعني إذا أربعين إذا أربعة في ستة إذا أربعة في ستة فهناني هنان هو شوية مزاغل بالصورة مدخل مدخل للداخل بس هنانا إذا أريد يعني قدك قدك التسناد الاسناد وين يصير صير على الظل وين اللي تحس أنه حيصير بيتقوس سول الجسر أكسي ويايا لو لا استابعين نفس المبدع هم عظل عظل القصير إهنان إذا تخلي الجسر إهنان الجسر وين حيصير على أبو الأربعة إذا تخلي الجسر على أبو الأربعة إش حيصير عندك حيصير عندك التعدك تخيل عندك ورقة عندك ورقة أي فور ويايا نعم استاب عندك ورقة أي فور الورقة أي فور ياهل أسهل أنه تنطوي صير بيها هطول عظل الطويل فلازم أنا أخلي الجسر عكسي أخلي الجسر عكسي مو التسليح من داخل التسليح من داخل أخلي آني على الأربعة متار غير أكو إسناد إلي من اللي حيتلق الحمل ما تلازم أكو جسور اثنيا هن اللي يتحملين واضح الفكرة خلوها ببالكم عندي ورقة أي فور ياهل أسهل تنطوي على الظلع عبو الثلاثين لو على الظلع عبو الواحد وعشرين على الظلع عبو الثلاثين صاح فأخلي فأخلي الجسر على يعني أخلي الجسر على الظلع الطويل في سبيل أنه التوزيع يكون على البحر القصير شوية دختوا بيها هاي يعني بي قصير قبل الطويل وعلى الظلع القصير يعني هسه هسه أنا أقول فات سؤال هسه الصورة واضحة يمكم الصورة موجودة نعم أستاذ واضحة أدكم هاي الصورة الأولى على جهة اليسار اليمنى واليسر اليمنى واليسر نعم أستاذ وياي نعم أستاذ هنا 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 ياهو الصح ياهو الغلاط أستاذ العليسار على اليسار صحيحة لو غلط على اليسار لا على اليسار صحيحة زين ليش ليش اللي علي من غلط لأنه عضل على الطويل خال الصور عفية يعني هنا نعم واضحة الفكرة هاي خلوها ببالكم هاي الصورة خلوها ببالكم صار معلوم واضح طي بقي يقول أنه الصبة يعني حتكون خلي نقول تقريبا 5-10 سنتيم أو أقل هنا هو ده يحسب الصبة على 10 سنتيمات ودائما هنا هذا النوع من أنواع الأرضيات يكون ملاعم إذا كان الإسلاب مستطيل النوع الثاني النوع الثاني اللي هو 2-way 10 سنتيمات 10 سنتيمات اللي هو شغل مالتنا هسه طبعا هنا من يصر عندي مثلا خلونا نقول الفضاء مالتنا موجود بالمشروع مالتنا أطول الفضاء هو 6 مو صحيح وإذا تجون علي يعني على الشغل مالتنا هو أغلب الفضاء هناني مو مربعة هل نقول أقرب للمربعة يعني 6 مثلا ويال 63 أو مثلا ويال 4.8 هاي أقرب للمربعة مرية نقول المستطيل اللي أكو فرق بين الطول والأرض مالتنا يعني مثلا 5 في 30 أو 5 في 20 أو 5 في تتفهمون قصدي يعني أكو فد مقارنة أو فد اختلاف كبير بين الطول والأرض بس من نقول مثلا 4 أو 5 هو صح مستطيل بس أقرب للمربع من نقول 6 أو 6 أو 4 هاي أقرب للمربع فعادة هنان استعمل 2-way Spanning Slab 2-way Spanning Slab شوف أول ملاحظة أو أول نقطة جدي يقول لك Distribution be replaced by main reverse bar يعني هنان عملية التسليح هساني عندي مثلا الفضاء 4 في 4 أو 5 في 5 حاجي أقص قص قضبان مع التسليح ألقيت 5 مترات وأنشر ها كل 4 متر كل 25 سنتيم أخلي شيش تسليح شيش تسليح شيش تسليح المسافات بين 25 أجع على الاتجاه الثاني على القرد اللي عمود علي أيضا أخلي 25 25 25 إلى آخر فهنان عملية التوزيع مالتي ما كوا أساس و واحد ثاني واثنين هم أساسيات واضحة الفكرة تشوفوا بالصورة اللي فوق عملية انتقال أحمال مأشرها بسهم عملية انتقال هاي مأشرها بسهم تشوفوها يعني يقول لك الحمل ده يتوزع مننا عمودي أو العفو يعني X و Y فعملية التوزيع الأحمال هنان أي فضاء هسا عدنا مربع من التواقف شون الكوردينيت شون الإحداثي إنه التواقف ضمن إحداثي الحمل ماتك يروح على X وعلى Y واضحة الفكرة على X وعلى Y هنا يعني خلين نقول حيصر عدي جسور نحاول قدر الإمكان أنه نقلل من سمك الصبة يعني ممكن الصبة ما تتكون لحد 12.5 سنتيم إلى آخر هنا عادة تستعمل للأماكن أو للفضاءات المربعة شوفوا هاي الصورة اللي على جهة اليسار عند الصبة ماشي وعند وهي مرفوعة ب بيم زين والبيم نقاط التقاطع مالتهم اللي هي السبورت الأعمدة ماتي الصير اللي هي تختلف عن هذا طبعا هنا الفقرة شنو الفقرة خافي جواحد من الطلاب يسأل زين أستاذ هنا البيم ليش مو من الحافة مال السلاب ليش مطفد مسافة هنا ما أخذ لك مقطع آيزومتريك من فلور يعني هذا من تج التستمر من تج التترسم أنت هذا عدك مستمر واضحة الفكرة لو ما واضحة واضحة يقول لك يقول لك قد صبع يقول لك عندي هاي الصبع الصبع بيها بيم ماشي والبيم ديم شي مثل ما تشوفون منقاط أسفل الكولامات وهو بنقاط التقاطع مال الكولامات يعني بنقاط التقاطع أعفوان مال البيم ده ينزل الكولام اللي هو مستمر اللي قلنا إحنا ما يصبح نحن نخلي كولام لازم أكو جوا كولام ثاني الكولام نهائيا من نلعبي لأنه هذا من الكولام يذب الحمل عال الكولام الجوا عال جوا وعالجا وعالجا ونهاية انتهاءا بالأسس فهنا مثل ما تشوفون انه انا عندي صبة وعندي جسر هذا طبعا كلش يعني خلنا نقول ايزومترا كلش واضح على شغلنا اللي احنا ديني اشتغله فعنا إذا اجي اباوع من انا اباوع شنو اذا اجي اقطع سوما اقطع انه اكو بيم واكو سلاب مصحيح وتبين عندي الكولامات واجهة احنا نهمينا منها جهة ايضا نفس الشي اللي دي يصر ابنه واضح؟ احد قدي سؤال هذا الـ two way ispanic slab one way ispanic و two way ispanic احنا شغلنا تارى two way شغلنا two way زين نجي على النوع الثالث احنا قلنا الاول والثاني one way ispanic slab و two way ispanic slab عرفنا شون دا يشتغلان اسا نجي على الـ plate floor الـ plate floor اول فقرة مالته اسمه beamless floor شنو يعني beamless floor؟ يعني ما بي يعني بدون بيم يعني بدون بيم زين احنا بدون بيم شون رح نشتغل بي وين نشتغل بي شنو الالية؟ هسا حنبدي من شرحة الـ beamless floor consist of reinforced slab هو عبارة عن صبة او ارضية مسلحة resting directly on reinforced column concrete which it is monolithic شن يعني monolithic متجانس يعني الـ beam والاسلاب والـ column هو من مادة الـ concrete المكونة من اسمنة ورمل وحصومة فهي سموها مادة متجانسة التو ماغين بالمشروع يعني بالصرف ثاني بالمباني انه البيت جدرانه طابوق مصحيح وعدك اسلاب وعدك الـ beam هنا ما يعتبر monolithic ليش؟ لانه الطابوق من مادة يعني من مادة جدران العفو من طابوق اللي هي تختلف اختلاف كامل عن مادة السقف ومادة الجسور هنا الـ beamless هي كلية مادة متجانسة فالـ beamless plate floor هي ارضيات خارسانية من مادة الـ concrete بدون تسليء بدون جسر تقعد direct على الـ column زين The slab is reinforced at the bottom in each direction over the whole of its area with construction of reinforcement along the lines of column يعني شنو؟ هسه أنا قبل ما أراوي لكم الصورة مالتها قبل ما أراوي لكم الصورة مالتها خلنا نرجع لهاي الصورة ومالجوة ومالجوة ما لدي هناك؟ هل ترون؟ هل ترون أن هناك column و هناك بيم و هناك سلاب و هناك سلاب صح؟ جيد تخيل هذا الجسر بيم هو والتسليح ما تكبسناه يعني ضغطناه ونصبغي ما سيحدث؟ التسليح مالتها هين حيصير؟ حيصير بنفس المكان بس مركز هذا الشكل مالتها واضحة الفكرة؟ استاذ يعني قصدك مثل الجسور بس مخفية بس صبة؟ ماذا يعني؟ عفية عفية هو يسموه جسر مخفي بس هنانا الجسر المخفي شنو الفقرة مالتها؟ بالبيوت احنا نعرف الجسر المخفي بس مجرد أنه يزيد بالتسليح هنانا مو بس يزيد بالتسليح يزيد بالتسليح ويزيد بسمك الصبة يزيد بالتسليح ويزيد بسمك الصبة يعني هسه أنا من أجأ قارن هاي الصورة هاي الصورة اوكي؟ إذا أجأ قارن هوني هاي الصورة؟ شوفون أنه الفرق بسمك الصب أكبر هنانا سمك الصب أكبر إضافة إلى أنه التسليح مال الجسر ماشي لنا إحنا شلنا الجسر بس التسليح مالتا ماشي لنا سوينا لك بسنا ويا الفلور فصار عدة عبارة عن شبكة من التسليح ومكانات تقاطع الأعمدة مكانات تقاطع الأعمدة هيكون أكو عدة تركيز بالتسليح صار معلوم؟ صار معلوم؟ أستاذي سؤال بل زحمة؟ نعم أستاذي يصير نفس الأرضية مثلا نطلع كانتليفر نستخدم بها البيملس مثلا البيملس فلور وهي أصلا توي يعني مثل تسليح الصبة ماذا؟ أستاذي يعني مثلا عدنا إحنا أرضية مطابق الأول نستخدم بها توي ونطلع منها مثلا كانتليفر نستخدم بها البيملس نطلع منها كانتليفر نستخدم بها البيملس إذن شا السوبي؟ ماذا تفعل بها؟ وبهالحالة تحصل لدينا لا باوع باوع التالكانت ليفر هنان التعاون المادت حيختلف أول شي قبل ما أجاب على سؤالك خلي بس أكمل هاي وأجاب على سؤالك أوكي أستاذ تمام بس الصورة اللي دا تشوفوه هنان شنو اللي يجاوه اللي هنان على جهة اليمين صورة شن هاي؟ صورة عمود فوق الصورة الصورة ككل عفاك من العمود هو يعمد أكو جارات سيارات جارات مال سيارات كل جيد فهذا ممكن ون استعمله إحنا؟ بالسرداب 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 شون الفقرة ماتة هنان اهنان الفقرة قد يصل للخمسة ونص هنان ممكن أنه هو انا استعمله علي قد خمسة ونص اثنين سمك الصبه هنانش قد حيصير سيصير مية وخمسة وعشرين إلى مية وخمسين ملي متر يعني من 12.5 إلى 15 سنتيم يعني أنا زيادة سمك الصب بالنسبة لكم هسا إحنا شقد قلنا سمك الصب وشقد سوينا بالمشروع؟ ساب عشرين سوينا عشرين هنان إذا تريدون تستعملون وأفضل أنه تستعملون أنا مودة تبين شغلنا أنه أنا مستعمل بلايت فلور سوي ثلاثين هو صح غلط عن هذا بس أنا بس أنا مودة نطف انطباع أو نطف هالإنديكيشن أنه أنا شغلي بالطابق الجوة أو بالطابق السرداب أنا مستعمل بلايت فلور بدون بيم بيم ليس والأرض مالت أو سمك الصب أو سمك الإسلاب حيكون أكثر من السمك الاعتيادي بمقدار خلنا نقول فات خمس سنتيمات أو عجر سنتيمات أفواً واضح الفكرة؟ أستاذي أنا جداً خلي سمكة خمسة وعشرين أو ثلاثين خلوا خمسة وعشرين تمام خلوا خمسة وعشرين ماشي؟ زائدين الأعمدة مال الطابق السرداب شو تسو لها؟ الأعمدة بالطابق السرداب شو تسو لها؟ خلنا شوية نغششكم أستاذ نحولها دائرية؟ عفية تحولوها دائرية زين، شونا تحولوها دائرية؟ أريد فاد واحد يجاوبني فاد ذكي واحد يجاوبني أستاذ ممكن ناخذ المساحة قطر الدائرة شو قد؟ ممكن ناخذ المساحة مع العمود اللي احنا أصلاً مستخدميه ونختار قطر يعني يساوينا نفس المساحة مع الريكتانجولار كولوم أس أنت لا تدوخني الكولوم الكولوم لا أتعاركم لحظة لا أتعاركم الكولوم الاعتياج كده بعادة ساتين في خمسين استاذ ساتين في خمسين زين، ما لسرداب، ما قد يصير؟ يعني ممكن ساتين في القطر ساتين في أربعين؟ شنو؟ ساتين في القطر، أطوني القطر، القطر ما للكولوم ستين سنتين، القطر يصير ستين سنتين غلط ساتين في أربعين؟ غلط يالله، اللي جاوب إلى خمس درجات، على المشروع ستاف خمسين؟ لماذا؟ أخفت على الفرق الطويل عافية على مود الكولوم الكولوم، أبعد شيء إليه يبقى الإسناد مات تجوى خمسة، يعني دائرة أنت شي اسميش؟ دينا نعيم دينا نعيم، ذكريني منا قيم شغلكم؟ على مدطيج خمس درجات حسنا، هل هو العمود الأساسي اللي فوق مو ثلاثين بستين؟ لا، ثلاثين بخمسين أوه، طبعا، ما نقلل ستين لأن أعبال الفوق ستين ما يخالف، المعنى في قلب الشاعر ماشي؟ زين، فهسا اتفقنا، السرداب السقف مات خمسة وعشرين أو ثلاثين، والكمالة دائرية، بس الكولومات بالنص، المحيطية اللي ويا جدار الكونكريت يبقين، صار معلوم؟ ألو، تسمعوني؟ نعم، أستاذ، واضح، تمام واضح، حسنا زين، فهنا أنا شي يقول لك، يقول لك أنه هذا النظام أيضا ملائم للفلات والأوفيسيز، ملائم للشقق، ملائم للوظائف الإدارية، لويش؟ ملائم للوظائف الإدارية؟ أعني؟ تقسيمات، يعني تقسيمات الفضاء، والغرف، والمماشي، يعني يعني شو المقصود بالمريحة، ما افتهمت؟ يعني بحرية مثلا نغير، نفتح، نسوي غرفة هنا، يعني كيف؟ وشي لها علاقة؟ يعني هي مجرد جدران قاطع ما راح تأثر على المبنى السادعر ارتفاعها أصغر، والسادعه يختلف، ارتفاعها أصغر لا، السادع الخط يختلف مو جسر ما يبين، مو جسر ما يبين، بس تخيل أنت عندك، عندك خاد Beispiel قطعت هنا حقا بكبيرها حكمك فهذا الشغل ماتك حيكون اوكي ما علي اي اشكال واضح الفكرة فهاي اهم نقطة انه حيختفي فما راح يكون اندي فتعائب بعملية يعني خلنا نقول توزيع الجدران وبالنتيجة انه صار عندي حرية بالحركة واضح الفكرة سابس سؤال قدي نعم نعم ماذا سيحدث من الدائري للمستطيل هس انا اقول لك ماذا سيحدث من الدائري للمستطيل انت جيت سويت القطر مال لكولم ماتك خمسين سنتين صح صعدت بي صعدت بي ربطت بالجسور ربطت بالجسور وصبيت الارضية وطلعت التسليح مالته لي وين لي فوق ويا اصلا انت التسليح مال الدائرة تسليح مال الدائرة لازم يكون يعني على قدة الخمسين لازم انت نسوي تسليح اضافة الى التسليح الدائري تسليح مستطيل يطلع لي فوق ويا الصبية التسليح الدائري ما راح يطلع للصبية حيطلع بس التسليح المستطيل وياي تسليح مال الدق القالب مال التسليح المستطيل وتسعد لي فوق مستطيل بالضبط فوق لازم فوق حسني حسون لازم فوق المطاق لماذا سألت سؤال قطر الدائرة او قطر العمود ما الدائرة يجب ان يكون لازم الدائرة او العامود الدائر يحتوي كل الاتصال اللي موجود عديه مال مال وقصد الاتصال المستطيل يعني الاتصال قطر الاتصال اذا اخطنا نصف مستطيل يعني رح يكفي طبعا طبعا يطلع عشوية من نانا ومن نانا موفد مشكلة لأنه هو أصلاً التسليح هو ع الداخل صاير يعني مسافة عن الداخل فات خمس سنتيمات أو أكثر عن الداخل صار معلوم تمام زين عدنا ابن عمه للفلوت للبلايت فلور عدنا فات عدنا ستاك أفت لذكرني يعني مدى جاوبك على سؤالك أي من قلت لك نستخدم نوع عن المصاب ها أي عفوا ما للبالكون نعم أستاذي على البالكون إذا تحكي نعم أستاذي البالكون إباو البالكون إباو البالكون إباو هي مو فلات يعني هي مو سلاب ومسنودة من أربعة هي يسموها فريستاندينج يعني هي حرة الوقوف هي طلع علي براه فليش دعا زي تحمل عليها إذا زيد السمك مالتها إذا تخيل إنته السمك عندك إيدك الزراع ماتك ماشي الزراع ماتك إذا مديته إذا مديته وخليت لك أنا خليت لك ثقوا طابوكتين فوقها ما راح تبدي إيدك تميل نعم ليش دعا زيداني إذا هاي السمك مال الصبة مثل العشرين أو خمسطعش ليش دعا أسويها يعني شي سموها ليش دعا زيد الحم المالي ليش دعا زيد الحم المالي حتى أقرب لك هوا الباور هوا الكنتليفار هوا الكنتليفار بالكون الكنتليفار نعم ما تحتاج أصلا جسر تمام ما تحتاج ليش؟ لأنه هي تسليح مالتها تسليحها هي شون ثابته التسليح مالتها ممتد و هي التسليح مال الصبة حسنا فأنت ما عندك فتش تخاف من عنده ما عندك فتكولة ما عندك فتجسر تخاف من عنده وحتى إذا ردد إذا تسمح لي حتى إذا ردد تسوي تقدر تسوي البالكونة البالكونة تسوي جسر مقلوب لي فوق يشتغل عندك مرد و يشتغل عندك جسر وإذا تريد ما تسوي كلش عادي تمام فهاي مسألة مسألة البليت فلور بس الغرض من عندها شنو؟ الغرض من عنده إنه أنا أخلص من الجسور وتفيدني بالفلات وتفيدني بالأوفيسيز على مود حرية الحركة بالشغل ماتتي استاذ بس عام لقرب لك الفكرة بس إذا تسمح لي وبالسرداب بالسرداب أنا ليش يهمني؟ لأنه إنت تعرف كل الزين بالسرداب أكو سيارات تتنزل فعلى مود أنا ما أستغل كل يعني أستغل كل الفضاء ما يأثر علي جسر معين هاي هسا التصاميم مع المال زيونة وغير المالات و إذا صعدين بالمال ما زيونة تشوفون مدى الكارثة الإنشائية اللي هما بسويها فهي كله على مود إحنا نخلص من عده أسوي بلات أسوي بلات يعني بلات فلور بدون جسر أزيد سمك الصبة وحتى ارتفاع على الطابق أقدر أغيرها أقدر أقللها بوكان ما سوي ثلاثة أقدر أقللها وإحنا أعتقد بالحسابات مالتنا سويناش قد سوينا ميتين وخمسة وتسعين أتذكر مو؟ هي تشي مين أراد يسأل إيه علاوي؟ استاذاني هو إذا أقولك على شغلة استاذي سمك على مشروعنا تذكر من قلت غيره بالطابق الأول مثلاً طلعوا من عنده مثلاً خارج الأعمدة مثلاً جزء من المبنى سوي كيرف ما عرف شنوان فمثلاً إذا طلعت كيرف على جهة اليسار من بنايتنا أكيد إذا يعني حوصل بناتها جسور فجسور حيصير منظرها مشوه فأنا كان سؤالي يصير هو فوقها أكو تحميل فيصير مثلاً نستخدم البيملس إسلاب وإن خلاص منها المشكلة؟ يعني هي متاحة مبنية فوقها وأكو حمل حتى أصعد ثلاثة أوابق تعفهم قصدك إنت أول شي الفقرة إنه هاي الكيرف مثلاً تريد يسوي بايلكونة؟ نعم بس مبنية مو بايلكونة أوت أوتس بيس لا هو إن هيصير مو بايلكونة بس طارع مثل بايلكونة ما يخالب بس إذا تسمح لي. إنته هنا البالكونة أول شي قبل ما إدى الغرض من عدة يعني من دا أستخدم البلات فلور. نعم. غير إلي يعني غير إلي غرض. نعم أستاذ. يعني دا أحل بي مشكلة. مو دا أقلق لمشكلة. إنته دا تطلع البالكونة البالكونة مثلا خلنا نقول نص يعني جزء من الدائرة جزء من كيرف. الجزء الكيرف الحمل وين دا يصير أو الخطر وين دا يصير الخطر أنه لا تنكسر البالكونة مو صحيح. فأنا أحسن الخطر أنه لا تنكسر البالكونة أمد الجسور الأفقية عليها. لا تنكسر البالكونة أمد عليها. هل تفهم قصدي؟ وأسوي إسراء. فما كدعي. ليش دا أحمل صبوة؟ ليش دا أحمل تسليحة؟ أستاذ على مدنخ في الجسور ذني. حتصروا أفحى بالطبق الأرضي. الجسور الأفقية اللي حنا مدهج. ليش يعني مدهج شنو الإشكال؟ يعني مصارية. حلوة تطلع؟ هي حلوة تطلع ما ما علي أي شيء. تمام. كدعي تطلع؟ كدعي تطلع؟ مثلا أستاذ ثلاث مترات أو مترتين. كدعي؟ مترتين إلى ثلاث مترات. أي ما يحتاج. لا تحتاج السيد بالصبوة وتلغي تلغي هذا لا. فقط عندما تجسر ونخلص منها. خلاص أي. لأنه ديتش أحسن كل فعليك. أوكي أوكي أستاذ شكرا. العفو عيني. بعض. أكو سؤال؟ أستاذ بس العفو. أستاذ قد أقصى مسافة نقدر نطلع بها كانت ليفر. يعني بالكونكريت. بقى بالكونكريت. بالكونكريت. إحنا هنا جماعتنا يقول لك. يقول لك يعني أكثر شيء تقدر تطلع ككانت ليفر. يعني أربعة متر. لو ويش أربعة متر. من يقدر يجاوبني؟ من يقدر يجاوبني؟ من يقدر يجاوبني؟ البالكوني. ليش أقدر أكثر شيء أطلعها أربعة متر. ما أقدر هاي. طبعا هو بالقياسات مالتنا. يعني شوية التعبان. اللي هو ببرة شايفين التزليون يطلعون بالكانت ليفرات. بس هنا أنا بالحياة العملية. الأربعة يخافون. من الأربعة من يصعد. من يعبر فوق الأربعة يبدون يخافون. لو ويش. الساد يقول لك حتى لا يطلل الإسباني يضيف عامود؟ لا لا مو ضيف عامود. هو عورة ما يراح يضيف عامود. بس يقول لك إنه البالكوني. هو جزء طالع من المبنى. هذا يرادنا تسليح. التسليح مالتنا أطول شيش التسليح. ممكن إنه أنا أستخدمه هو. أو مو هو اللي أنا أقدر أستخدمه. هو اللي موجود بالسوق. هو 12 متر. ويايا. فالجزء الطايف. الجزء الطايف. لازم يكون مكسيمم ثلث. ثلث من شش التسليح. يعني ثلثين بالبناية. يعني التسليح مال البالكوني. يصير 4 متر خارج البناية. و 8 متر داخل البناية. ويايا. إذا أطلق الكانتليفر 6 متر. كيف حيصير التسليح مالتي؟ 6 متر بروض. نص بنص يخوف. يخافون من عنده. يخافون لأنه يصير بـ للبالكوني. انقلاب. فيقول لك أنا خليني بالسيفسات الأربعة. ويخافون من عندها. فهو الأربع مترات هو ماكسيمم. إنت تقدر تطلع من ال... يعني كانتليفر. واضحة. متر اثنين ثلاثة بالزايد. كلش فير. كلش يعني فتش عادي. بعض. بالنسبة إذا كان عندي بالكوني. إذا ما كان عندي بالكوني. إذا كان عندي مثلا أرضية مالطابق. أرضي أطلع بها كانتليفر. يصير هذا الشيء له. لا. يعني هي قصدك البالكونة بس تغلفها غير؟ لا. يعني طابق. يعني أبني الجدران فوقها وكذا وهي. يعني. تشتغل شغل طابق عادي احتياتي يعني. يعني مغلفة يعني مثل البالكونة بس مغلفة. تصير قصدك البالكونة غير؟ اي اي. نعم. ما هو نفس الشيء. أربعة متر. بس لي جوا ما نازل. لي جوا عدك كلما ما تنازل. يعني الحافة الخارجية عدك بها أحمدة وكلما ما تنازل للأساس؟ لا لا. بس على اللي مشتار كوية البناية. اي. اي. هذن اللي نازلت. يعني هالا كانت ليفر. أربعة متر ما تقدر تطلع كثار من عنده. وما تخلي عمدة لي براي. ماكو عمدة لي براي. اي عامود لازم نهايته بأساس. دير باركم من هالبالكونة. لا تسوها. لا تخلو لي عمدة بالبالكونة. الله يخليكم. عمدة على الجهة الخارجية. على جهة البناية اللي ينزل ويا الأساس أوكي. لي برا لا. يعني استاذ. مرات مرات أواجه مثلا ببيوت أو عماير من هالعادية اللي نشوفها دائما. نعم. انه دائما دائما مران ساكت النجار انه يقول ما أطلع كانت ليفر أكثر من ثمانين سنتين. اي من التسليح أبويا على مدد. موادة اللي يحسبوك كل شي بفلوس. كل شي يحسبوه بفلوس وما يدوخهم بالشغل مالته. ما يدوخهم بالشغل مالته. يقول لك ما أطلع أنا أكثر من ثمانين ما أقدر أطلع. خافوني من التسليح هذو اللي هذو اللي يحشي هذو ما واثق من شغلاي. تمام. ماشي بعض. تمام. استاذ بس بملاحظة على شغلت الأسئلة جاء السلاثنا المحاضرة. يعني جاء ضعت السلسل المحاضرة كلها والأفكار. يعني هس أسئلة كل شو انطرحت هواي وأجوب صارت عليها. نسينا حتى الموضوع القبلها والأفكار القبلها. قريب المهم. ماشي المحاضرة. ماشي المحاضرة متين يصير وقت محدد أو بالتعليقات عن واحد يقدر يسأل. انتو بكافكم شنو اللي تريدو أحنا حاضر. في الناس المحاضرة جاء يطولي ويوجد. حتى تصير تقاطع والأفكار كلش كبير يعني. مشكلة هاي. بصعك إن شاء الله تقاطع سهلة. نتدارك هيا! انا ما خالف عن العمدة والانظام. معالم واتنسوناك مرات. اتماع النس سلاسلة بعد. واتنسو نزيل كلها. انا ما تعد محاضرة لجاوبة الأسئلة بكل سؤولة. يلا ما يخالف سهلة. ما يصير خضر كلها طيب. ثابت احنا كلها جثور وعلى نوع الجثور وعلى هاي السوار نحن لحد الآن بحكينا على الوان واي اسبانيك والتو واي اسبانيك مو؟ بيهن اشكال له صعبه واخذنا النوع الثالث اللي هو اللي بلاتفلور وقلنا واني استعملوه بسه نجو على الابن عمي اللي هو اللي بلاتسلاب اللي بلاتسلاب ما ادوغكم به نفس سن فقره همنا بيمليس ونفس الشي ينزل عليه اهنانا الاختلاف عن النوع الفوق انه من حيبدي السبورت يبدي يبدي يبتعد يعني هنانا اللي يفوكش قد قلنا احنا السبورت يعني المسافة بين الاعمدة هي خمس مترات ونص صح زيان اذا صارت اذا صارت انه صارت المسافة ابعد صارت سبع مترات او ثمان مترات بها الحال شلون وجسور ماكو نبدي نزيد بالصبة حيزيد سنك بالصبة كل الشبير فبهالحالة شنسوي نعتمد عليه الفلاتسلاب فلور العفو عفو الفلاتسلاب فلور نفس النوع الفوق بس هنانا من تبدل اعمدة تبتعد ايش حيصر عندنا حيصر عندنا مصطلح اسم المشروم مشروم شنو تعرفون شنو المشروم مشروم نعم الفطر اوكي الشكل ماته هو هذا الشكل ماته هو هذا هذا الايزومتريك ماته شغله شان دايصير الشغل ماته شان دايصير دايصير انه جسور ماكو بس اعمدة وبصصبة سمك الصبة قلني 22 سنتيم ونص هنانا بالشغل مالتني وعلى الشغل مالتكم 30 قلني او 25 حسين بمكان الامود بمكان الامود اكفت شي يعني تاج الامود هيبدي يعرض تاج الامود هيبدي يعرض من عرض تاج الامود هنانا شنو الغرض من عده من العده الغرض من عده اعمود للصير فقرت انه يصير نسميه تثقيب او الصير منجر بالصبية نفس المبدأ ما للأساس بس بالمقلوب نفس مبدأ الأساس بس بالمقلوب يصير التاج العامود يصير تيبر ازيد بعض للحماية ماتي ازيد بعض بالمسافات الكبيرة اسوفت قاعدة إلي يعني هذا التاج ما للعامود اكو قاعدة إلي يسموها يسموها The system is designed for heavy distributed life load اهناني النظام او السيستم مصمم لاستقبال الأحمال الحية الموزعة distributed اهناني ايضا نقدر نستعملها بالمساحات المفتوحة اللي يعني خلنا نقول البارتشن قليل بيها واكثر شيء هنا نستعمله ايضا اضافة الى يعني خلنا نقول القراجات ممكن انه استعمله بالويرهاوس شن يعني الويرهاوس الويرهاوس يعني المخازن زين شوفو هنانا المسافة اليوان طفرت من ستة الى سبعة ونص سنتيم ويفضل انه تكون للبيز المربعة يعني المسافات بين الاعمدة افق عامودي تكون مربعة هذن شن الفقرة مالته ها طبعا منفذة شايفين وين منفذة لا لا مو شرط زين سؤال هذا الا مربع العامود هذا الا مربع العامود لا زين اذا استعملت دائري المشروم كب يعني الكب ماتة شون يصير مخروط يصير مخروط عشو فيديك والفوق اللي دروب بانال تبقى مربع هم دائر ليش لا قاعدة دائرية عفية ممكن انه تكون مربعة وممكن انه تكون دائرية اثنين كده الاجابتين صحيحة زين سؤال هذا شايفين مننا لا لا اي استاذ انا شايف وين بالفندق الدولي يا فندق الدولي وين صاير استاذ عجادرية ها هذا الديبنو استاذ اي نعم استاذ حلو انا ما شايفة رادلنا راحة اقدر اسوي لكم راحة اذا شي سموها اي استاذ انا شايفة بالجوامع بالجوامع هم يستخدمون شنو عمني العمدة انو اسمها نصر كبيرة بين العمدة بالجوامع ما شايف يا جوامع استاذة ومو يمكن يصير عمل مقارب للمقرنصات يعني يصير عمل مقارب للمقرنصات اللي اللي يصير بالتاج مع العمود بالجوامع يمكن نفس الفكر انا ما شايفة اه يعني هناك اكثر شي جمالي مو مو انشائي بس يعني نوعا ما نوعا ما هو عملية يعني تسيين عملية انتقال احمال بس عمود لنا نخرج من المحاضرة وصاحبكم يزعل علينا اكو مكان موجود كلش وواضح لابد انه شايفي وين مكانه جسر السينك ساب بالجسر جسر السينك شايفي رايحين على جسر السينك اين نعم ساب ساب جسر وشكل رام به هذا الشي اكو القراج اكو القراج لمتعدد الطوابق يم جسر السينك مع سيارات قراج متعدد الطوابق هو مستعملين هاي التقنية اذا تروحوا للسينك للشورجة تفوتون من ناكا قريبة فوتوا من يم جسر السينك وشوفو يكون موجود اوكي زين سمك الصبة شوفو هنا سمك الصبة زاد من 22.5 الى 30 سنتيم واضح هاي خلصنا من النوعيتين خلصنا من one way spawning والtwo way spawning وخلصنا من flat plate و flat slab اوكي نجي على الجزء الخامس الجزء الخامس اللي هو يسمو institute T-beam or ripped floor هذا وين سنستعمله هذا سنستعمله بالقاعة هذا سنستعمله بالقاعة قبل ما ابدي اشرح عليه القاعة مالتنا اللي احنا دا نشتغل عليها سنستعمل ما هذا اللي حرطب علي الجسور زيان إذا على الشغل One-Way Spanning أو Two-Way Spanning اللي هو أول نوع التين ينزل واحد من 10 من الفضاء يعني إذا هو 12 متر أو 13 متر الجسر ما تشقد ينزل 13 سنتيم أو 12 سنتيم شون متر و 30 ينزل متر و 30 ينزل متر و 30 عفو ستابي عفو متر و 30 تمام تمام متر و 30 يعني تدريش قد متر و 30؟ يعني قريب طولك طولك إلا فيعني هذا يعني يصير فجي نشاز بالقاعة بهالحالة أنا ما أقدر أستعمل هذا النظام One-Way Spanning أو Two-Way Spanning أستعمل الانسيتو تي بيم أو يسموها رب دي سلاب أو رب دي فلور هنا شن الفقرة مالتها يسموها التي بيم ليش يسموها التي بيم شوفو له هاي الصورة على جهة اليسار هنا شكلها شكل حرف T يعني الجزء يعني خلنا نقول المقطع مالتها على شكل حرف T شن الفقرة مالتها هذا شون يشتغل يشتغل أنه هاي الصورة البلوسط تشوفوها هذول يخلون مثل القوالب أو هي قوالب مو مثل القوالب هي قوالب بلاستيكية شون النجانة على شكل مربع أوكي ويخلي تسليح بيناتين مثل ما تشوفون بالصورة الثاثة وتسليح فوقعهم ويبدي يصبح صبة وحدة ورا ما يخلص يفتح القالب يصر عندي كأنه يعني سقف وبيحفر أحفون السادس كأنه ما جسور بس خلي كمل خلي كمل وبعدين يفتح المجال للأسئلة أوكي لحد الآن أوكي نعم شون الفقرة مالتها إهنان الفقرة مالتها إهنان الفقرة مالتها هيصر واحد إلى عشرة هيصر واحد إلى عشرين إهنانا كأنه أنا عندي شبكة من الجسور كأنه عندي شبكة من الجسور ويايا هذا الجسر يعني هو جسر هو يعني هو يسموه الرب يعني الضلع الربس هذا ما ينزل أكثر من واحد من عشرين يعني أحنا جدت قلنا إذا أقل وان وي ربد السلاب أو وان وي سباننق السلاب أو تو وي سباننق السلاب إذا كان ينزل متر وثلاثين إهنانا جدت حينزل هينزل ستين أو خمسة وستين سانتيم صح؟ خمسة وستين زين السمك مال الصبة جد السمك الصبة هنا ماكسمم سبع سانتيمات سبعين مليم زين المسافة 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 ربز وربز بين رب ورب يكون من تسعين إلى مية العرض يبدى بقليل ويبدى يصعد هاي الصورة اللي على جهة اليسار تشوفوها تشوف دا يبدى بمنطقة قليلة ويبدى يعرض والحفات مالتة الحفات مالت صارة فلت ليش صارة فلت من القالب زين ليش القالب صار بي فلت ليش خواب أسوي من فوق ليجوا ينزل نفس النازلة ليش دا أسوي بي فلت أحد يجاوبني وهذا ليش العرض نفس تقريبا هاذا بالماشروم يعني تقريبا نفس الفكرة لا لا بس هنان هنان ليش ليش نبدي ليش هنان هسا بس ركزويا بس ركزويا هنان المسافة أول شيء هاي القياسات ثبتوها يامكم على مود ثبتوها بالقاع عمالتكم منت بدون ترسمون المقبع أبقى عمالتكم حتوشتغلوها تو وي رب دي سلاب تو وي رب دي سلاب اللي هي هاي الطريقة شوفوا هاي الصورة هاي الصورة تتشوفون المؤشر تختلف عن هاي الصورة شون الاختلاف هاي الصورة شون اختلفوا عن هاي الصورة واحد يجاوبني اسمعوني ساد اكو قواطع جسور بين كل كم جزء من الرب دي سلاب شون قواطع جسور لا هاي الفقرة هاي الفقرة اللي جو اللي دا أشر عليها واضحة الحركة مالمؤشر هاي صورة هاي وان وي رب دي سلاب وهاي وهاي تو وي رب دي سلاب تمام صورة الفقرة مالي الوان وي عن التو وي انا اقدر هسا استعمل وان وي رب دي سلاب شلون من الجهة مالي القاعة مالتي وكأنه جسور 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 من فوق وتبتتنزل وياي هاي هاي يسموه وان وي رب دي سلاب اذا انا اسوي متقاطع صورة اذا انا اسوي متقاطع هاي ساميه دو وير ب دي سلاب هسا نيجي نسوي ريفيو اسوي ريفيو سريع اشقد انزلان من الجسر العمق ما الجسر ماتش اشقد صار من 60 الى 65 يعني واحد من 20 من الاسبان صاح صاح اثنين سمك الصبه اشقد سبع سنتيمات سبع سنتيمات تلاحظون الفرق قليل شوفو هنا بصورة قليل ثلاثة ابدي من جو يعني القاعدة ما للربز القاعدة ما للربز عشر سنتيمات تبدأ تعرض الصير 15 سنتيم تبدأ تعرض الصير 15 سنتيم ليش هذا هي تصار ليش هي تسوينا نفس العشرة لي فوق عشرة تدرون ليش على مد القالب ينزع على مد أقدر أخلع أو أقلع على القالب من ينطيني مثال من ينطيني مثال على هاي الفقرة مثال بحياتنا العملية بحياتنا اليومية استاذ السنتر ما جامع عملتنا استاذ مالك ليتش القالب أول شي بس أول شي هذا الشغل بالضبط مثل ما تفضل زميلكم هاي موجود بالسنتر بالكافتر يمال القاعة هذا التووي رب السلاب وما يغلفو يعني ما يغلفو بسقوف ثاني ولأنه هو جمالية بهذا الشغل اثنين المبدأ مادته يعني مو نقول قوالب الكلياتشة بس على كل عفية قوالب الثلج بالضبط فهنانا احنا شنو اللي يهمنا الثلج هو هنانا بالعكس الثلج هو القالب والقالب هو الصب مهم اقول بس سؤال يعني شو بس الولد دايس انو البنات ماكوا ويانا علينا استاذ بس سؤال هوا هذا نفس الوافل خلنا نعرف اذن وينها خاف بس الولد دايس اكو بنات لا استاذ البنات اكثر من الولد صراحة لا شو محد نتجاوب محد نتجاوب راح ازايد خمسة بس للولد بس هما الديشار تكون موجودين استاذ موجودين يعني هما الولد استاذ كنا موجودين بس الناس ضعيف يعني احنا دا نستمع استاذ يا محاضر غير دا نستمعها يعني انت داخلات صارت كل شوية محاضرة 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 فبس نحاول انه نكسر الجو مال الرواتين وشوية مشاركتكم لانه من تسكتون انا احس بحساب انه الفكرة ما تتوصل فحاولوا تسئلون حاولوا تستفسرون الله يخليكم وما يعني ترى هي ما بيقولت احنا جاييندين نتعلم وهسا نتعلم احسن من واعدين نتخرج احنا ما نعرف احنا نجد نشتغل ان شاء الله استرعلم محاضرات الجايم خبصك موطلقين ان شاء الله موطلقين لحد الان اوكي استرعلم بس ان شاء الله تلوان واير ابدا سلاب والتوه ما رفتشون الفرق بيناتهم الفرق بالرسم انا اعرف مبدأ انه هي حيصر تقاطع بالاثنين يصر عندنا باتجاه الجسور جيد بس انت هس انت خلنا نقول جيت تقطع بالقاعة جيت اقطعت بالقاعة ويايا نعم استاذ اذا قد تم استعمل وان واي رب دي سلاب اذا قد تم استعمل وان واي رب دي سلاب شحيبين عندك؟ سؤلف لي استاذ يبين هو باتجاه واحد الجسور اذا قد تبت شيبين قل لي شيبين ادرب التجاه واحد شيبين عندك بالرسم شحيبين عندك؟ انا اقول لك شحيبين عندك؟ حيبين عندك بدسمك السمك الصبة اللي هو سبع سنتيمات صاح؟ تمام و وجو هذا الخط مال الصبة حينزل من عنده ستين سنتيم خط خفيف اللي هو شنو؟ هو هذا الواجهة الواجهة الربز ويجاية؟ نعم نعم اذا قطعت بالطول شحيبين عندي؟ حيبين الربز حيبين الربز حاشت ايدك شحيبين عندك؟ مين بين عندك واجهة؟ مينو قال ابو الواجهة؟ واجهة مال الربز المتقاطعة يعني لا اذا وان واي لا اذا وان واي إذا ون ون يبين بس مقطوع إذا بيّن عندك واجهة يعني two way two way تمام نعم نستغل ورحات البقية ورحة تمام تمام بس هو نفس الوافل ها؟ لا 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 بس لا تستعجل لك حين انت بس لا تستعجلي ما هو أستاذ يشبه الوافل كلش والله انت وان عرفت الوافل وين لقيت الكلوات؟ ما أخذنا ها بالبداية أستاذ شين الجوعان شين عجل هسا لتستعجل ماشا عيني؟ هسا اوكي؟ أستاذ بس ممكن تعيد الفرق لأن ما قاعد تنصى للفكرة الوافل والتووي ريب السلاب؟ اي نعم أستاذ باوا حبيبي إنت عندك الجسر هو أصلا هو الظلع أو الريبز بفت قياسات معينة سمك الصبة ماتة سبع سنتيمات العمق ماتة خمسة وستين ستين إلى خمسة وستين على القياسات مالتنة يعني واحد إلى عشرين حسنا؟ ليه جوا الريبز القاعدة ماتة عشرين ويبدأ يعرض يصير خمسة عشر هذا تخيل أنت هذا يعني هو فتش ممدود جسر ممدود واحد وصف واحد وصف واحد المسافات بيناتهم تسعين إلى ميد سنتيم يعني من تسعين إلى مترين ويايا؟ وياكستان هاي الجسور هاي الجسور إذا أنا مديتها بالاتجاه الضرع القصير حيكون يسموها one way rib dis lab بس أنا تخيل أنت هاي الريبز إذا أنا قاطعتها إذا أنا قاطعتها يعني جبت شيء سويته من طين إصطناعي جبتها خليتها وجبت وياها بعكس الاتجاه تسعين زاوية تسعين وياها ما هيصر عندنا؟ رايح للكفترية لو ما رايح؟ ما للا نعم نعم منتبه للسقف؟ نعم السقف هيصر عبارة عن قطءة واحدة وبي مثل الحفر عبالك محفور مربعات هذا التوي رد سلاب من أبدي أقطع من أجعاني أقطع حيبين عند الريبز وحيبدي بين الريبز الكوخات خفيفة اللي هي الواجهة مع الجانب الجسر هاي الصورة هاي الصورة هاي الصورة تشوفها؟ نعم استعم هاي الصورة مجسم هاي الصورة مجسمة إذا تجي ترسم هذا الجزء اللي هو وانويل رب د سلاب ش حيبين عندك؟ حيبين هو هذا الجزء الطوخ الأسود صح؟ اي من هاتجهة ما رايح يبين عندك شيء لأنه كله يتبين اتجاه الأفقي يعني هو يتجاه النظرماتك ماكو شي قاطعة بس لو أنه انقطع مثل هاي الصورة هذا حيصير بالضبط 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 والوانويل عبارة عن سواقي 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 حسنا و السبان يقول لك تسعة متر الحد تسعة متر واحنا أكثر من تسعة متر لأنه يقول إذا تستعملت تسعة متر يعني واحد من عشر من التسعة متر خمسة واربعين سانتيم احنا ما ركو شكرا خلا يزيل فت سبتين بالنسبة للشغل مالتنا صار معلوم؟ جيد هاي النوعيات هسا اللي حنبدي ناخذها هاي مو يعني خلنا نقول بس مجرد حاولوا أنه تطلعون عليها بالامتحانات بالشغلات أنه اللي نجيبوكم إياها تعداد أنواع إلى آخره من من الأمور فعدنا هاي إنسيتو هلو بلوك فلور هنان الأرضيات اللي متكونة من قطع بلوك مجوفة مثل ما تتشوفون قطع البلوك المجوفة وبعدين تنصب فوقها هصبة خفيفة وهاي الصبة اللي هي تحتوي على التسليح بس الأساسة هنان اللي دايشتغل أو الفلور على شنو دايشتغل دايشتغل وفق تصفيت أو ترتيب هاي قطع البلوك الأساسية يعني هنان قطع البلوك الأساسية هي اللي دايشتغل فلور الصبة اللي فوق الغرض منعدها شنو الغرض منعدها هو الحصول على أرض أو على سطح مستوي وبدليل التسليح مو موجود التسليح لو مو موجود لو يعني خلنا نقول نسبته كلش قليلة هاي الأنواع ماتة هاي الأشكال مالي البلوك اللي هي باللون الأسود القطع مالته اللي تترتب لو على جسور حديد لو تترتب على جسور كونكريد لو على فتقالب معينة تصفت وبعدين ينصب عليها وتتماسك هاي الشغل مالته هلو بلوك فلور مثل ما تتتشوفون تسليح خفيف وهاي بالحقيقة ترى هسا قاموا يستعملوها هواي العالم بالبيوت يخلون ثيرمستون بوكان البلوك ثيرمستون تعرفون شنو ثيرمستون مثل البلوك يصر لون خفيف اللون الأبيض العقوش حيث من جوي بين الأبيض والكونكريد بالضبط بالضبط صح بالضبط استاذ العفو هاي مو يسموها السخف الهوردي أو هيتشي عافية عافية الاسم ما ما أعرفه ما أعرف مين جاء بين هذا ما أعرف المهم هذا الفقرة ماتة لو أستعمل ثيرمستون عفوين ويكون خفيف في الوزن ومادة مسامية يعني يعني تعرفون أنت البلوك الثيرمستون إذا ذبها بالماء يطوف لأنه بها فجوات المهم وأنا علاوي هذا الوافل صديقك هذا هنا الركتانجل على الكريد فلور هذا النوع اللي يجمع ما بين الـ ويا من ويا الـ 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 الطالب اللي يسئل على أنه ممكن أعيده للشرح مال الـ 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 الجسور الناعمة واللي خالقه على شكل مربعات هاي الشغل يعني خلنا نقول الـ 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 هذا استعمله في حالة أنه أنا عندي أعمدة وسطية يعني أستعمل أعمدة وسطية يعني أستعمل أعمدة وسطية الشكل مالتها عفواً يسموها لول وافل نسبة إلى هذا الـ النستلوم والبسكت او الـ الـ خلايا النحل طبعاً هي غلط لأنه خلايا النحل يستعملوها للمنشعات الحديدية ويكون الـ يعني الشكل مالتها السداسي مو الشكل المربع هاي الصورة هاي الصورة كلش مهمة تشوفون المؤشر على يدي يتحرك هاي قارنوا ليه هوية النوعيتين اللي حكيناها بالبداية بس ركزولي على هاي الفقرة المكان هذا العمود ماتي الكولوم اكو جسر جوه شوفوا الجسر العمق ماتي بشقد وعدي هذا الجسر اللي هو الريبز شوفوا ما عليه كولوم شوفوا الامق ماتي يكون اقل من هذا العمق فهذا الوافل هو عبارة عن connection ما بين الـ وانواي الـ ويستعملوا ايضا للكار باركينج الى آخره نفس المبدأ الفوق بس شن الفقرة الفقرة انه العمود يكون مثل المبدأ الـ وعنده عمود العمود ماريدة كل الشبير فمن عنده وهمنا اذا تجون على شوية تفكرون بعمق اكثر نفس المبدأ مال المشروم نفس المبدأ مال المشروم يعني تشوفون اكو فد تلاقح اكو فد تداخل ما بين الانواع اللي احنا دا نشتغل عليها بس هي من تقريبا يعني من هذا النوع من الـ للأخير هذن يعني بس مجرد انه للاطلاع اقافة واجوه بحياتكم العملية فانسيتو داقونال نفس المبدأ مال الوافل بس الـ او الـ مفترة بزاوية 45 عدنا كل هذا الشرحناه هو انسيتو فلور يعني الارضيات او الفلور المصبوبات موقعيا النوع الثاني هسه وايضا للإثراء يعني بس اعرفوا الانواع ماتة وحاول تفرزنون بين الانواع انه عدنا الـ اللي هي الارضيات الجاهزة الارضيات الجاهزة ممكن انه تكون بريكاست بيم مثل ما دا تشوفون بالصورة اكو بيم جاهز نفس مبدأ تقريبا البيم اللي يستعملوه وين اذا احد شايف من عنده لو لا نفس المبدأ اللي يستعملوه للجسور اذا فايتين من جوج السير شايفين البيم شوان دا يصير هذا كلية عبارة عن بريكاست بيم وعدنا السوليد بيم هذا عبارة عن بيم صار كأنه مقوس وصبه الفوق صبه خفيفه يعني هنا الاساسية مو صبه الاساس هو البيم اللي دا نشتغل عليه اذا شوية تسوون نفد مقاربة على الشغل ماتة الشغل ماتة اقرب لان يكون مشابه للعقادة ماغذين عقادته مو بالصف ثاني نعم استاذ ماغني قريب عليها يعني نفس المبدأ مالته وعدنا اللي هو يجمع ما بين النوع الاول والثاني اللي هو الهولو عن نفس البيم ويسووه مجواف ليش يسوي مجواف؟ ليش هنا ندي يسوي مجواف؟ احد يجاوبني ليش يخلوه مجواف بفتحات حتى اول شي يصير بيعزل يصير اخاف اول شي يصير اخاف يعني شنو اخاف يعني اخاف وزنا يعني اقلل من الوزن الميت وبعد استاذ يصير عازل سيمكن هذا اخافي استاذ الاقتصاد وعازل حرارة كله زين على مود الهواء والصوات يبقى يعني محصور بهاي الفجوة وبعد الاقتصاد همية اي نفس الشي هو عادي من قلل انه وزن عادي قلل ان اقتصاد بعد استاذ ممكن زيادة التعشيق؟ لا مو هذه زيادة التعشيق ما عليها علاقه ساذي نمرر بالمال كهرباء كلش عاش تيدك كلش عاش تيدك هنا نستفاد من عنده نمرر به خدمات يعني شوفوا احنا مو بس نقلل وزن نحاول قدر ان كان الشغلة نسوي مثل ما نقول نعصرها عصر مو بس نقلل وزن ميت لا ننفوت بها خدمات هم ننقلل سموكها نتخلي بها نسوي بها عزل فهي اكثر من او اكثر من شغلة ممكن انه احنا نستفاد من عندها اوكي هاي الشكل مالة البيم الالسولد بيم والهلو بيم قدنا الستيل and concrete plate floor هاي هنالا نستعملها يعني اذا عندي ارضيات يعني تعشيق ما بين المنشأ الخرساني والمنشأ الconcrete العفو الفول هذي شنو ممكن ارضيات انه نستعمل فممكن انه نستعمل الستيل and concrete plate floor هاي الارضيات طبعا كليتها بريكاست احنا كل شغلنا هسه ده نشتغل ضمن خانة الريكاست يعني شغل او الصب المسبق اوكي بريكاست ربز ان دي فلور هاذي نفس المبدئ نفس المبدئ بس هنانه يعني القطع يعني هنانه مرح مرح ديتش الانواع السابقه ما للهولو concrete انه القالب ان شال يعني انا اسوفت قالب اصفط البلوغ اصب الاصابة الخفيفة اوخر القالب اهنانه لا اهنانه بريكاست ربز اند فيلر اهنانه الجسور حتبقى ثابته ومن ضمنها اكو تسليح من يبدي يسلحون الطبق الفوقي البلوغ ويضبون يعني الخبط يتعشق ويا هذا التسليح ويا الخبط فهنانه نفس المبدأ ذاك الهولو بلوغ بس هنانه البيم حيبقى ثابتات وهنان البيم هذني مثل ما تتشوفوهم اوكي بريست رس فلور انه عدي ارضيات فيها التسليح هي اصلا يعني مسبقة يسولها عملية تشد للتسليح مالتها ويجون ينقلوها بالموقع عدنا الارج بريكاست فلور هاي ارضيات مثل ما تتشوفون واحد من زمال اكتوم قال على مود التحشيق هنانه حتجد ارضيات مع الشقة اكو اذا شفت الحافة تشوفو هنانه ولا وصورة موها القد واضحة هنانه يعني اكو فد يعني شون الحافة او الشفة تصير مجمفرة بها متيابرة تتخلى هوية التسليح مالت طبعا التسليح مسبق يتخلى هنانه على هذا المكان مالتها ويجي القطعة الثانية تتراكف فوقها فهنانه عن ايش دا اسوي دا اخلق جوينت دا اخلق جوينت على مدربت عدنا الفلر جويست فلور فلر جويست فلور هنانه دا يستعيض عن التسليح بشيلمان حديد مقاطع حديد وتنصب من هذا نوع كومبوزد ما بين الستيل عند كونكريت هنانه همينه تعشيق ما بين الارضيات الخرسانية هنانه بعض جسور استعاض منها الستيل وصار الصب فوقها طبعا هنانه همينه يعني 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 كنتمبرالي تامبلتس فهد قالب مؤقت وبعدين ينشاد صب خفيفة الى اخره هذا النوع اللي هو الستيل داكي فلورز هذا النوع عادة هنستعمله ان شاء الله بالكورس الثاني اه عندي منشع حديدي من مادة الستيل الفولاذ البيم هو يعني الجسر هو البيم او الشلمان الحديد اه من اريد انا اسوي عرضية فوقها لازم اجيب يعني هذا التشينكو اذا سامعين بي او الكوريغيتد شيت وابدي اصفط عليه بس هذا ما رح اقدر امشع عليه اذا ما اصب صب خفيفة فوقها فهذا الستيل داكي فلور هذا مو وقته ان شاء الله نستعمله بالمشروع الكونكريت اللي عفوا مشروع الستيل عفوا وعدنا النوع الـ Open Grating Floor ايضا من مادة الحديد اه هذا الـ Open Grating Floor بالمكانات الابنية الصناعية اللي استفاد من عدها في عملية دخول الهوى والضوء اه يتحمل المعدات ويتحمل المعدات والاجهزة والشغلات الثقيلة اه اذا شايفين من عدها احد يقدر يقول لي وين شايفين من هذني هذا التفصيل وين شايفيه ما شايفين من عنده هذا رايحين للقراج ما لقسم مالتنا القراج ما لقسم مالتنا شايف فيه اكو ساقية ما المي او يم العلوم يم البرج اكو ساقية ما المي هاي الساقية يغطون بيها هاي الأرضيات في سبيل انه يعني ما يصر بها عفونية وريحة العفو واثنيا انه سهلة الرفوع والتنظيف ماشي عدنا السبرينج فلور الأرضيات بيها يعني نوابض يستعملوها بحلبات الرقص وحلبات الجمناستيك الى آخره اللي هي تمتص الحركات والمصدات وعدنا الرايز فلور اللي هي مهمة الرايز فلور اللي يعني خلنا نقول نستفاد من عدها في عملية تمرير الخدمات كهرباء ماي انترنت خدمات يعني خلنا نقول ما الاطفاء الى آخره حتصير بهذا الشكل انه تكون مرفوعة زيان وتجي القطع عليها طبعا هي هاي مو ستركتر يعني هي صح ان يتحرك عليها بس هي مو ستركتر هي اكثر شي لاخفاء الخدمات الخدمات ممكن انها تكون اما على مستوى افقي او على مستوى عمودي بالمستوى الافقي مثل ما تشوفون انه طريقة تمرير الخدمات قلنا هاي الهولو بلوك لشان امرر بها خدمات تدفئة وتبريد الى آخره يعني اكثر شي ما تدفئة استفادوا من عندها انترنت الى آخره تشوفوا هنان الارتفاع مالتها يعني هنان الارتفاع تقريبا نص بشر يعني اكثر من بحدود السبعين او خمسة وسبعين سانتي تشوفوا كمية الوايرات وكمية الخدمات والشغلات الكهربائية اللي ممكن انه انا امررها هنان يعني ابواري مجاري ماي كهرباء الى آخره بالاتجاه البرتكل مشان علاقتها وترتيبها وهي بقية الارضيات اللي هي اصلا تكون ذات طبيعة افقية هاي كل اللي يعني خلنا نقول تناولناه محاضرة اليوم قلنا لكم عن تقريب النص المحاضرة هي اثرائية والنص الاول اللي هو المهم نحاول انه نعتمد عليه استفادين من هاي المحاضرة انه بالسرداب عرفنا انه السقفش حنستعمله وشان حتتغير القطر مال الدائرة مال الكولوم عرفنا انه بالطابق الثاني حنستعمل يعني بالطوابق الاخرى حنستعمل الone way والtwo way اسبانيق اسلاب عرفنا بالقاع حنستعمل الone الtwo way ربد اسلاب وطريقة التسقيف يعني هاي اهم يعني من الشغلات اللي كلش مهمة وليتفيدنا بالناحية العملية انا خلصت بالنسبة لي احد قدي سؤال احد قدي سؤال استاذ التقديم ان شاء الله السبوع الجاي يعني بالدوم نقدم المطلوبين عدنا هالسبوع 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 يومين رح ندوم واحد واربعة هالسبوع الجاي يومين ايه ايه استاذ شابتسي تقريبا 17 طالد استاذ كل هيش راح استاذ تقريبا كل الشهر يعني اسبوع جاء عدكم يومين ديزاين حتدومون بيها اي نعم استاذ بها الحالة انا ما رح اقدر لعد ااخذكم انا رح نقدر نشتغل يعني او تاخذنا يعني بس لحظة بس لحظة الله يخليكم هايما ما نقدر نشتغل خلوه على صفحة الله يخليكم لا لا مو اقصة ما نقدر نشتغل بس ما نقدر ندوم استاذ اي اي فما رح تقدروا ندوم اه بها الحالة بها الحالة شي ساموها يعني خلنشوف انتو حاولوا يعني تقدموا معني تشتغلون واتفق بس اتفقوا بقية الاساتذة انه لازم شوي نزيد عليكم بالشغل يعني انفد شيت او شيتين اضافة الى هذا الشي وفق المحاضرات اللي احنا اخذناها اوكي سامو ماشي ونخلي اللقاءنا مو هل اسبوع يعني مو اسبوع جاء ان شاء الله على الوراء لانه لازم احنا نستق اول شي توجيهات الوزارة اثنين اللي هو الاهم انه مرد يعني نكلفكم بالجاية فحاولوا انتو مبدئيا انتو استشتغلوا انتو استشتغلوا مبدئيا كأنه اسبوع جاء عدكم تقديم على مو بالوراء من تشتغلوا نستعدكم ثلاث مخططات ومقطع مو صحيح يعني هنضيف لكم شيت او شيتين بزايد بزايد بس هم دارين استاذ لان هذان الشيتات ما يخاف بس مو دا اقولكم انتو استغلوا شغلة كلش بسيطة ان شاء الله بس يعني قبل ما اطلعون بس خلي الحضور الحضور استاذ اني مسوي سكرينات اذا تريدت الزكاة وتاخذ عليها الحضور لا احد اخر احد اخر شي بقاو يعني انا ما عليك اوكي سب ممنوني لك بعد احد 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 سؤال طبعا ست هودا ويانا ست هودا صباح و ويا المفروض شان استاذ فريق حمينا معرف اذا موجود او ما موجود المهم أهلا أستاذ أنس أهلا أستاذ أنس أهلا أستاذ فداعيني أهلا أستاذ أنس بعض أحد أدى سؤال عفوا أستاذ بس المحاضرة المسجلة وين نقدر نشوفها لأني من ساعة الدعش لحد الدعش ونص نية انقطع عندي تماما والله أنا هسا سجلتها ما عرف يا سجلت ما عرف أي أستاذ السجل تقدر بس السد التسجيل ويوصل لك الفيديو على أميرك الشخصي ها وأدزلكم وبعدين لو شون أدزي أهلا أستاذ ترفع على اليوتيوب ويدزي ها على اليوتيوب يعني فضيحة لا 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 أستاذ برابط خاص ما أحد يقدر يشوفها إلا إذا أدزل الرابط خلي أشوف يعني هسا يعني أقدر أوقف التسجيل وها هي أي نعم أستاذ تقدر يلا أحد أدى سؤال بعد له ها هي عيني العفو استاذ قبل شوية فصل النات بس عن مدير حظور أي هسا شي سموها يمكن علي شو نسمي أستاذ لا شو نسمي شي اسمي أستاذ حبا قصائي لا لا أوكي ما أجد اسمي استاذاني هانفصل عندي قبل شوي يجبلك فما أعطوا اسمي موجود لو لا المفروض هستاذيك هستاذيك أوكي ما شكرا يلا ماشي هاي بعد بركبة علاوي ماشي سمي تبطيدي أصعب مهمة يلا شكرا جزيلا العيني ممنونين جدا شكرا السلام عليكم